انت تحركت بشكل فردي او من خلال مجموعة من الزملاء؟ لا خلال مجموعة من الزملاء انتو طبعا هناك كلكم تعرفوا بعضي تقريبا كلنا تعرفوا مع بعض اه طيب بالنسبة لك يا محمود انت طبعا انت واسلام دفع واحدة دفع واحدة او جامعة واحدة فانتو برضو كان ازاي رحلة العودة بقى ازاي بدأتو تفكروا انتو ترجعوا هو ايها سفرة كلمتنا وقيت لنا ان هي هتعمل اجلال هم اللي كلموكوا الاول اوه فلكن استنى ومحدش يتحرك عشان الامان بس انا كان المطار لنا فان كان فيها اشتباكات كتير فما كنتش مستحمل له فلوزي كانت خلصت والاكل كان قليل كنت في مكان غير اسلام كنت في مكان غير اسلام بس اوه مكانش بيد عني يعني كان فيه اشتباكات وحصل ان يعني حصل دار بنار كتير جنبنا وفيه وصص بدأ يدخل البيت فانا خلاص ما كنتش مستحمل وخصوصا الوضع معي كان مختلف برضو ففي ناس بدأت تخرط خطر كان معك الوضع مختلف ازاي انا مش كانت فلوسي خلاص خلصت يعني مش معي فلوس المناطق اللي جنبنا كلها مفيش اي اي حركة ومفيش اي اكل اي حاجة فبعد كده خدت الخطوة الواحدة نزلت بابة يعني ما استنيتش الطيران لكن الطيران جاء وخد الطالبة يعني لكن نزلت الواحدة يعني بدأت تتحرك ازاي بقى والله فيه فيه ناس بدأوا يعملوا انت خلاص المفروض ملتزم بالتعليمات الا السفارة اليت اه بس انا خلاص لما لقيت ان فيه ناس بتعدي بامان ودنيا كويسة نزلت فعديت مع ناس من صحابك انا معرف نفس السكن يعني وعدينا الحمد لله يعني ازاي اتحركت من الخرطوم لمصر اه كيبت اه الاتوبيس ده بيطلع على موقف اسم كندهار كندهار دي في المدرمان اه انت عديت كندهار انت كده في امان بيبقى خلاص انت عديت المنتهار اللي فيها اشتباكات وفعلا معديت هناك كان كل حاجة شغالة يعني الوضع في البلد واقف كل حاجة واقفة لكن عندنا كندهار كان الدنيا واقفة وركبت الاتوبيس وطلعنا على المعبر السوداني بعد كده المصري بعد كده جينا اسوان بقى خدت معاك الرحلة قدية من الوقت والله يا الباري ده في الطبيعي بياخد يوم ونص بس عشان الناس كتير نزلة ووضع غير الطبيعي يعني اخر مني خمسة ايام كان فيه تكدس بقى في الوسائلة مواصلت يعني مثلا الوضوبيس اللي بيشيل مثلا تلاتين كان راكب فيه تلاتين؟ اه فيه وفيه انا كنت راكب امفروض الطلبة بيطلعه مع بعض بس انا الوضوبيس اللي كان كنت اطلع معا في نفس اليوم ناس وقفوا ما اردوش يمشوا ففيه اوضوبيس كان فيه اهالي واصر طلعت معا انا وطلعت صحابي فاطلعنا وجينا فيه كان عادي كله كرسي فيه شخص يعني اهلا كانوا بتواصلوا معك ازاي؟ والله انا وضيتش اقولهم اقولهمش لما عديت الامان ان انا وصلت مصف يعني لا يعني ساكل اشتباكات اما عارفوا بقى ان فيه اه اه كانوا بيتواصلوا معايا بيتطمنوا علي وكده عشان يعافوا ايه الدنيا وكده والله انت مهما اطمنهم اكيد كانوا الانين يعني اه اه وبالنسبلك طبعا ياسلام نفس القصة طبعا بس كان الجال اقاكتر علي ان انا كنت في شارع جرائب من شارع المطار كانت ضرب شغال انا كنت بطمنهم في البيت لدرجة بكلم والدتي مرة اقولها الدنيا تمام وما فيش حاجة يتمدربة كذيفة فالوضع كان سعب اصعب مرحلة انت مريت بيا كانت امتى؟ اصعب مرحلة ان احنا كنا مش عارفين ان احنا ماشيين على فين يعني مكنش عارفين الحربة انت امتى الفلوس اللي معا برضو خلصت المياه خلصت يعني كنا ب اه لو انا توضع حاجة كنا بنتيمة يا من الدرجات دي كان الوضع صعب فعلاً الوضع هناك مفيش طيب محمود أنت الطالب الأقدم في المجموعة هناك طيب سنة ثالثة بص سياتك أنا طيب ولك كم سنة كده هناك مضو السنة الإعدادية برضو وثلاث سنين ولا نزام الدراسة هناك أنا روحت هناك حوالي 2020 فليه حوالي السنة الثالثة ليه دي فأنا عصرت الوضع هناك قبل الحرب وقبل الكلام ده كله وليه خبرة كبيرة وليه صحابي كويس تمام فإحنا عشنا قبل الحرب أوضع قطعات الكهرباء أوضع الدنيا دي أوضع السورات كنا بنتكيف معاها لأنه دي أزمة بلد السودان وكانت الأمور يعني مش بنتكلم عادي أنت بتتكيف مع الوضع وإحنا عادي إنما جات أزمة الحرب دي أزمة أول مرة نشوفها على مدار الثلاث سنين غير السورات وغير أي حاجة أعدت علينا قبل كده جات أزمة الحرب دي فإحنا فكرنا إيه اللي هيحصل وإيه المفروض نعمله فإحنا بداية أنا حتى أنا شخصيا كنت على تواصل مع السفارات مع السفارة المصرية مع وزيرة الهجرة حتى الآن أنا كان فيه لينك ما بينك وما بين المصرية أحب أوضح يعني قبل حتى عملية الإجلاء الدولة المصرية حطت كل أرقام السفارة وأعضاء السفارة وأرقام وزارة الهجرة أرقام فرق من فرق الإنقاذ وأرقام طوارئ حطوا الطارئ دي الأرقام دي فين؟ أه على السوشيال ميديا أو على الصفحات الرسمية أنت قريدي أصلا بتدخلوا على الصفحات فإحنا برضو أنا كشخصيا فقررت لازم الأخبار الرسمية توصل للناس أنا واحد من الناس روحت قررت فكرة نعمل جروبات سوشيال ميديا عملت جروب والثاني والثالث لقيت الجروبات بتتملي طلاب وليه أمور كويس إن كان في نت أساسا هو نت فعلا كان بيفصل أحيانا ويشتغل أحيانا فكنا بنستغل قررت عملت السوشيال ميديا هو طبعا السوشيال ميديا دي هتوصل للناس كلها عشان الناس ما تبقاش ماشية في طريق غلط الجروب دخل معك فيه كم أحد الجروب كان فل أنا عملت جروب أول جروب تاني جروب تارت جروب رابع إجمالا كده العدد كان كام فل يعني الجروب الواحد فيه 1025 1025 أه ما فيهوش مساحة تاني هو مساحة كلية أصلا يعني أنت بتتكلم كده في أربعة تلاف ومية كنا الهدف الأساسي يعني قبل الإجلاء اللي كانوا بيبعثونا أرقام التواصل وارقام وكنا بنتواصل مع السفير نفسه سفير هاني صلاح كنا بنتابع تعليمات السفارة وكنا من خلال نحن من خلال الشباب عشان نساعد مع الدولة كنا بننشر المعلومات الرسمية اللي بتوصل لنا يعني كان في كان عندهم أبديت على الصفحات الرسمية آه ده كان في اليوم يعني يوميا أو حتى في اليوم أكتر من مرة أهم الرسائل اللي انتو كنتوا بتستنوها إيه من السفارة آه أو من حتى من صفحة وزارة الخارجية إحنا في البداية أول حاجة شفنا موضوع إجلاء الجنود فإحنا توقعنا يعني هم أجل الجنود طب الجالية المصرية إمتى في ناس برضو من ضعاف النفوس كان بيزيلت آه الناس دي آه مصر ما سابتش حد لكن الدولة المصرية مش هتسيف حد أبدا بس هي أنت كجالية مصرية أصلا عدد كبير ومتفرق فلازم خطة لازم خطة يحميك مش هيطلعك عشوائي آه تمام فكون من خلال التواصل آه في البداية الزموا البيوت واخدوا أخصى درجات الحزر إلى أن يتم وضع الخطة المناسبة وبالفعل وضعوا الخطة وبدأوا في تنفيذ بعدية بقى دي بقى بعد التواصل بحوالي أربع أيام أو خمس أيام من بداية الحرب آه هم أكيد يعني إحنا كنا على تواصل إنه عارفين إنه فيه اجتماعات يومية بتحسن تكلمان مش هنفع تتحرك غير لما يكون فيه هدنة بالزرق وما تكونش تحت الضرب بالزرق وما هو كان الموضوع موضوع تنسيق من ناحية الجهة المصرية ومن ناحية الجهة السودانية من فاشا ما هيطلعكش عشوائي دي روح تمام فبالفعل الدولة المصرية ما سبتش حد عملت بالفعل خطة الإجلاء وأعلنت ووزيرة الهجرة مشكورة يعني كانت داخل الجروبات اللي فيها الطلبة متابع أول باو شخصيا برقمها الشخصي حتى الآن أنا متواصل معها وطلبنا مقابلة معها وهي بالفعل رحبت بنا وبترد يعني أي ميسجي بتبعثوا بترد على أي واحد وكل الأرقام اللي اتخصصت من السفارة من الطوارئ من وزارة الخارجية من 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 كله تحت أمر الطلبة كله بيرد حسيب بيمتك كمصري وانت في الوقت ده خلي بالك فيه لإسا بعض الدول مش عارفة ترجع ناسها لغادي الوقتي آه أكيد يعني فأحنا من موائل الدول اللي انت أجليت الرعاية بتوعك آه إحنا حقيقة يعني آه أكتر ناس شافت يعني إيه أمان يعني إيه أمن فأحنا حاليا لما بنرجع مصر آه يعني مش تحية مصر ثلاث مرات تحية مية ميتين لأنه اللي انت لما تجرب عدم الأمان صحيح نعم بس عرفنا أكتر صحيح نعم تكون هناك انت لما تجرب عدم الأمان تعرف إيمتي الأمان صحيح تعرف إيمتي الأمن يعني كان مجهودات مشكورة من الدولة وإجلاءات وطيران وشغلي جميل جدا يعني لا بسلامتك والله إلا أهم شيء سلامتك ودي بالدنيا أنا عايز كلمة سريعة منك كده إسلام